اشتركوا في القناة وكان بيتجنب السوريين خلال الحديث بالسياسة بجلساتهم لكترة كتيبة التقارير يلي كانوا بينقلوا كل شاردة وواردة وكان في جملة حاضرة دائما بأحاديث السوريين لا تحكوا بالسياسة الحيطان إلى أدان جعلت أجهزة الأمن والمخابرات التابعة لنظام الأسد جعلت من سوريا دولة محكومة بالرعب والخوف وبناء على الوثائق يلي تم عرضه فيما سبق والوثائق الحالية أيضا ممكن تصنيف مخابرات الأسد واحدة من أكثر الأجهزة بالعالم هماجية وإجرام على مستوى العالم كلمة المخابرات كانت مترافقة مع كلمة خوف مع كلمة رعب مع كلمة اعتقال مترافقة مع كلمات يعني هي ذل أكثر ما هو يعني ربما كلمات تعبر عن أنها مؤسسة تابعة للبلد أو شيء فبالتالي هذا هو المناخ العام في سوريا بطبيعة الحال المواطن شاهد كثير من هذه الأجهزة قمع واعتقال اختفاء فإلى الآن وربما تظل فترات قادمة طويلة تظل فكرة المخابرات هي فكرة سية أو كلمة المخابرات لها صدى سيء جدا عند المواطن السوري نظام الأسد يوصف أنه نظام أمني بامتياز القوة المرعبة التي تجسم على صدور المواطنين السوريين هي المخابرات الأمن جهاز تنتقى عناصره بحرفية عالية يتم غسل أدمغتهم بشكل كامل هذا الجهاز مخول في الدخول في كل تفاصيل حياة المواطن السوري وانتهاكه كان حتى المواطن اللي بالشام مثلا أنا أذكر بالشام يبعد عن سكن بالقرب من هذه الأجهزة حتى ما يكون له أي احتكاك فيها من قريب أو بعيد لأنه أي احتكاك من قريب أو بعيد هو عبارة عن إدان لأله يعتبر حاله أنه بده يقع من أي سؤال بده يسأله ومن أي طرح بده يطرحه من سيارته بده صفها بده يركنها بده يشتري حاجة إذن كانت هذه الأمور كلها كانت تعطي طابع مرعب عن وضع المخابرات السورية بشكل عام احترامي سيدي شو هل من كنت فوتوا غزماً عن الحرمس؟ لا يا سيدي بس أمه كانت تعبّة تشكلك على قلبك الطيب وإنك سامحت ولا عن ذلك؟ شو هل حكي؟ قلبك الطيب؟ كنت أكل وقع لي حلوة لا سيدي أنا قلبي مطيب من نوب نوب قلبي مطيب شو هل منك؟ شو هل منك؟ يا سيدي بس إيدك؟ أنا أغلطط بس أهلي مالاً علاقة بشان الله داخل عليك يا سيدي كل واحد مخص نجهة مثلك هلوانا؟ يا سيدي اترني حرقني مسح فيني الأرض عميل لي بدك يا بس ما تنميز حدا من أهلي والله العظيم إني مالاً علاقة والله مالاً علاقة خراس لأك خراس لأك يا عنا سيدي هذا السيدي خد هذا الكلب لتحت بدي يسمع صوته لأه أنا أغلطك سيدي طرع يا عنا بوزينة بوزينة بدني أنت معاً تساعده بستني لا تنزيل لو هذا الكف ضربته لأبنك كنت ربيته وخلته يعرف أنه اللي تشير ما بيصير يرفع رأسه الشمال طالة برا أحسام أجيبنا سيدي لا بلا لا لا برا سيدي لا 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 أنا بستكينت يا سيدي لا 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 دائماً ما كانوا بيخطر على بال السوريين أسئلة حول طريقة اختيار عناصر المخابرات وكيف بتم تجريدهم من أي حس أخلاقي أو إنساني هدول الناس اللي ممكن بوشاية غير صحيحة يودوا بحياة شخص بلحظة أو يخلوا يقضي باية حياته بالسجن بدون ما حدا يعرف عنه شيء شو هي صفاتهم وكيف بتم اختيارهم يتم انتقاء العناصر من العناصر بملكه نزاعات عدوانية أو سادية ويتم حقنن بشكل كبير تجاه المجتمع وتسكن أدمغتن أو هام يغرص النظام في أدمغتن عن وجود فئات دائماً تستهدف النظام وصفة الإرهاب يعني يمكن أن يكون النظام السوري هو من نظام أقدم الأنظمة اللي ألصق فيه معارضيه رجال مخابرات يصنعون صناعة غالباً هم بالنسبة للأجهزة التلات اللي أنا بحكي عنها أمن الدولة وإدارة الأمن الجوي وشعبة مخابرات العسكرية يختار لها العناصر اختيار بشكل غالبتهم من الطائفة العلوية غالبتهم جبارين غالبتهم ما هم طبعاً اللي بالأجهزة التانية أغلبها ما فيها شهادات غالباً هي عبارة أقصى حد يمكن معبوكم بوكالوريا لكن بجهاز الأمن السياسي كونهم بتم اختيار الضباط والعناصر من كليس الشرطة غالباً بيكون دائماً معهم شهادات جامعية ربما تكون المعاملة أروق شوي من غيرها رغم أنه جهاز الأمن السياسي يعني بالذات جهاز الأمن السياسي ليس وزارة الداخلية ثم فوق 80% منه من الطائفة العلوية موضوع تهيئة عنصر مخابرات وتشكيل جهاز استخباراتي لحماية شخص كما حدث في سوريا أو لحماية نظام هو تهيئة مجتمع قبل أن يكون تهيئة شخص فهي إعادة أولاً القضاء على القوى الخيرة في المجتمع سواء القوى الصالحة أو القوى الإيجابية في المجتمع ثم زرع المفاهيم والمصطلحات السيئة وتحويل الصالح إلى سيء وسيء إلى صالح المخبر بسوريا ممكن تلاحظ وجوده بكل مكان وبكل تفاصيل حياة السوريين وفي منهم صنفين الصنف الأول يلي بيكون موظف بشكل رسمي لأحد أفرع المخابرات وصنف آخر عمل النظام بشكل ممنهج على تجنيدهم بشكل غير منظم كعملاء مهمتهم مراقبة الجماعة اللي عايشين ضمنه فيه مخبر مصنوع صناعة ومرتب ومزروع أحياناً إحنا منصنع مخبرين أحياناً منزرعهم بين الأحزاب منراقب أحزاب مو شرط نراقب بس حركة الناس والجيش وغيره والآخرة لكن منراقب أحزاب سياسية منزرع منذبين هؤلاء يتقاضون رواتب وفيه مخبر آخر بيأخذ مكافأة على المعلومة اللي بيقدمها وفيه مخبر بالوجاهة ما يتقاضى أي راتب وإنه هو يحسب حاله أنه شو هو قريب إلى السلطات أو قريب إلى الدولة الفرق بين الموظف والعميل المتطوع إن صح التعبير أن الموظف هو مستفيد بطبيعة الحال بيراتب أو بمكاسب مادية أو بمكاسب حتى صلاحيات أما العميل المتطوع هو شخص نتيجة حالة الخوف والرعب الموجودة في المجتمع حالة الخوف حتى من المخابرات ذات نفسها بالإضافة إلى الفقر الشديد اللي زرعوا النظام في المجتمع السوري حول أشخاص المجتمع إلى أدوات تسعى دائما إلى إرضاء المخابرات وإرضاء النظام اكتثبت مخابرات نظام الأسد مهارات بالتجسس على السوريين وصار عندها خبرة كبيرة بزرع المخبرين بين أطيافهم المتنوعة الدينية منها والمذهبية والعرقية وقدرت يكون العيون بكل مكان وتجمع كمان تمكنت بشكل كبير من أنه تنجح باختراق المجتمع الريفي والعشائري من خلال ربط حصول الناس على الوظائف المحلية والزعمات الشعبية بالعمل الاستخباراتي النظام أخي الكريم لا يعجز عن مراقبة أي مواطن في سوريا بأي جماعة بأي صفة بأي عرب بأي أثنية درزي مسيحي إسماعيلي علوي يهودي كان في عندنا يهود سابقا في دمشق وفي بعض المحافظات كله لأن الأجهزة الأربعة اللي حكينا عنها كلها لها أقسام مخصصة هذا قسم طلاب براقب الجامعات هذا قسم أحزاب براقب نشاط الحزبي هذا قسم عمال براقب الوزارات والهيئات هذا قسم أمن اقتصادي براقب الحركة الاقتصادية في البلد هذا قسم براقب القضاء هذا قسم براقب المحامات هذا قسم براقب النقابات المهنية إذن كل شيء في سوريا من خلال المؤسسات المجتمع المدني اللي ابتلع نظام الأمن السوري استطاع أن يوظف نقابة اتحاد الفلاحين على الريف السوري كاملا أن يوظف مؤسسة البعث على كل البيوت السورية بدون استثناء وكل طواقفهم وكل مللون الدينية حتى المؤسسات الدينية هيمن عليها أيضا وأدخل إليها عناصر تتبع لهذه الأجهزة وأصبح المجتمع السوري مكشوف كاملا لأجهزة المخابرات مثلا كان في المنطقة الشرقية شيوخ العشائر معروفون بخصالهم الحميدة وهم كانوا شيوخ من مئات السنين النظام قام بترشيح أكثر شخص سيء في هذه العشيرة ودعمه عن طريق أعطاؤه الصلاحيات وغير ذلك لكي يضعه هو شيخ العشيرة فبالتالي تحول المجتمع العشائري وأصبحت وأصبحت العشيرة تجري خلف الشخص الذي قام النظام بتعيينه من أجل الحماية التوظيف وإلى آخره وهذا ما حدث أيضا في المدن وفي المجتمعات الصناعية كحلب وكدماش وغيرها قام بتحويل القيم التي كانت تحملها المدينة خاصة التجار والصناعيين من قيم الإخلاص الصدق في التعامل إلى آخره إلى تشكيل مجموعة متنفذة مادية هم نسميناهم هم رجال المالي في السلطة وزجهم في السوق وتحويل المجتمع إلى مجتمع يخاف من النظام ومجتمع يسعى إلى الاستقرار ومجتمع يسعى إلى الموائمة مع النظام والاتحاد مع النظام فاصل أصير ومنرجع من بعده ومنتابع حكايتنا اليوم من حكاية سورية وحلقتنا عن المخابرات بعد أحداث الاتمانينات اللي شهدتها حما والمواجهات بين نظام الأسد وجماعة الإخوان المسلمين تعظم دور المخابرات وازدادت صلاحياتها بشكل كبير وبدأ النظام بتجنيد عدد كبير من السوريين بأجهزة المخابرات تحت مسميات عدة منها الانتماء لحزب البعث أو خدمة أمن الوطن حتى وصلت لحد اعتقاد بعض السوريين بأنه لكل سوري موجود في مقابله مخبر أمني مسؤول عن مراقبته الأجهزة سابقا كانت وزارة الداخلية قبل السبعينات هذا الحكي وشعبة الأمن السياسي هي التي تتصرف بشكل يومي مع المواطن وهي المسؤولة عن كل شيء أمن خارجي وأمن داخلي وأمن شيء بعد السبعينات وبعد وجود البعث الأجهزة الأمنية تطورت كثيرا وتشعبت كثيرا وكان غاية حافظ أسد وقته هو شد القبضة الحديدية يعني امساك الدولة بقبضة حديدية طور الأجهزة وكبرها ضخم شعبة الأمن العسكري أو شعبة الأمن العسكري بشكل كبير وجعل لها صلاحيات واسعة ورفضها بعناصر كبيرة جدا وأخذت زمام وصلاحيات الأمن السياسي بعد أحداث 82 استتب الأمن كاملا لحافظ الأسد واستطاع أن يخضع البلد لأجهزته الأمنية ومنحت أجهزة الأمن إقطاعات مقسمة وتقسيم دقيق لكل جهاز أمن مساحة من الانتفاع فكل جهاز أمن يبتز المواطنين ويتدخل في كل عقود البيع والشراء ونقل الملكية والخصومات التي تجري كل ما كان من اختصاص المحاكم الجزائية أو الجنائية أصبح الأمن يتدخل بها بشكل مباشر طبعا أجهزة الأمن هيمنت على القضاء وعلى قطاع المحامين وبالتالي لم يبقى للمجتمع متنفس إلا أن يخضع لأجهزة الأمن في تلك الفترة كانت المخابرات عبارة عن الوحش المسعور الذي يقضي على كل من يقول لا أو كل من يحاول إصلاح أو كل من لديه كلمة يعني معارضة أو كلمة حتى ناصحة أو راشدة للنظام السوري فلاحظنا أن كانت فترة دموية بشكل كبير كان المخابرات هم الذين يقومون بكل عمليات المجازر اللي وقعت في حماء وحلب وجسر الشغور وتدمر كونهم هم الذين كانوا يقودون تلك الحملات الأمنية فبالتالي المخابرات لديهم ثقة عند النظام أكثر من الجيش إلى الآن لاحظنا في الثورة السورية بأن من يقود لعمليات الأمنية داخل الأحياء وفي العمليات العسكرية دائما يكون في الصف الأول هم المخابرات لأن الوالاءهم بالأساس للنظام والأمر الآخر بأنهم يعني غير مرتبطين اجتماعيا في البنى الاجتماعية في سوريا فتكوينة المخابرات في سوريا الصف الأول غير مرتبط بمعظم تكوينة المجتمع السوري نصح التعبير قلنا عنها السنية يعني عدد كبير من القصص المأساوية والجرائم المرعبة اللي ارتكبتها مخابرات الأسد خلال تلك السنوات الطويلة قبل الثورة بقيت سر الكتمان ولم يعرف عنها شيء ولو أنه بعض القصص البسيطة اللي تم تصويرها بالسينما وبعض الآخر يلي تم توثيقها من خلال الروايات نقلت معاناة عدة أشخاص من عشرات الآلاف يلي داءوا عذابات أقبية المخابرات رغم فضاعة الانتهاكات والجرائم التي قامت بها أفرع المخابرات وأجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد بحق السوريين إلا أنها بقيت طي الكتمان لفترة طويلة من الزمن ولم يروى عنها إلا عدد قليل من القصص والتي كان يتم تناقلها بحذر من خلال الأحاديث الشعبية بين الناس أما بالنسبة لدور الأدب والفن في عكس هذه الانتهاكات فكان محدودا جدا وفي أغلب الأحيان مشوها ولو أن ما سمح بعرضه أو نشره عبر عن حالة الرعب والخوف التي كانت تفرضه المخابرات على المواطن السوري الدراما التلفزيونية مثالا أعطيت هامشا من الحرية للحديث عن تجاوزات أجهزة المخابرات ووحشيتهم ضد المدنيين وإن كانت هذه التجاوزات لم تعكس واحدا بالمئة من حجم الانتهاكات الموجودة على أرض الواقع الأمر ذاته في الأعمال الأدبية التي تحدثت أيضا بخشية شديدة عن شخصية المخبر وآلية تعامل هذا الجهاز مع ناصره كتلك القصة التي كتبها المخرج علاء الدين كوكش في مجموعة إنهم ينتظرون موتك لكن بعد قيام الثورة السورية عام 2011 وثقت العديد من الأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية مئات الانتهاكات بحق السوريين منها برنامج ذاكرة المخابرات السورية الذي عرض على قناة أورينت نيوز والذي حظي بمتابعة جماهيرية واسعة بعد أن وثق عشرات القصص والانتهاكات على لسان شهود عيان كانوا في موقع الحدث أما بالنسبة للانتهاكات الحالية فالأفلام المسجلة في ذاكرة الثورة السورية وثقت الآلاف منها بالصوت والصورة وعكست الواقع الإجرامي لهذه الأجهزة التي تعاملت بكل دموية وخمجية في قمع المظاهرات الشعبية الثائرة ضد نظام الأسد وأجهزته الأمنية الحقيقة أن المخابرات كانت تعتمد على أوكار وبيوت الدعارة بشكل كبير وأنا في فترة ملاحقتي عندما اعتقل الأصدقاء السبعة بتهمة تداول صحيفة النزير غبت عن بيتي عشر أيام في اليوم الحادي عشر كنت مطمئن أنه لم يتم الاعتراف علي فعدت إلى المنزل وفي تلك الليلة تم القبضة علي طبعاً فيما بعد علمنا أن هناك علاقات حميمة جداً بين ضباط الفرع اللي يعتقلني وبين هذا البيت اللي كان بيت مشبوه في الحي اللي أنا بسكنه في عندنا فرع اسمه فرع التحقيق أنا أثناء كان عندي دورة تدريبية عم أدرب الضباط عليهم سألته موقوف أنه قداش أنت صلكون قال لي ما بعرف ما بيعرف بسأل لأنه المحقق اللي عنده هو اللي موقفه أو السجان قال لي إلو 22 سنة 22 سنة يعني كان هذا فيه الشيخ حسن 15 سنة ونقلوه إلى فرع التحقيق اللي هو بالفيحاء قاعد سبع سنين يعني 22 سنة هن حياة بني آدم يغضيهن كله بزنزانة أو بمنفردة يعني أمور حقيقة مختلفة وسائل التعذيب العنيف اللي كانت سابقاً تتم من قتل ودواليب وطلمشة وصعق بالكهرباء والكرسي الألماني وبساط الريح والأجهزة هاي كلها يعني هذه الأجهزة كنا صرنا هلأ يعني نقول سقل أيام هذه الأجهزة بعد ما صارت الثورة وسمعنا حكايات الأجهزة والتعذيب اللي صار يتم بالأجهزة الأمنية بعد بدايات الثورة أثناء تواجدي في خليط إدارة الأزمة بتتذكر كان في وثيقة قدمت من إدارة المخابرات العامة إلى القيادة القطرية وإدارة خليطة الأزمة الوثيقة موجودة إلى الآن وبتقول أن إدارة المخابرات العامة تطلب من قيادة القطرية توفير مبلغ 200 مليون من أجل حبوب وعقاقير للسجانين فأثناء قراءتي لهذه الوثيقة سألت أمين السر خليدي دارة الأزمة اللواء صلاح الدين النعيمي وقلت ياهو يعني شو بدها دارة المخابرات حبوب وعقاقير للسجانين فقل لي هاي مواد مخدرة يعني مثل البالتان مثل الكابتيكول وغيرها من المواد المخدرة اللي كان يعطوها للسجانين في المخابرات والجلادين حتى يظل يقتلوا على مدار الساعة بدون ما يتعبوا في بداية التسعينات انتشر ما يسمى بأسطورة الأمان يلي بيتفخر فيها شبيحة الأسد إلى الآن رغم أنه هالأمان كان نتيجة القمع الرهيب والمجازر اللي ارتكبتها عناصر المخابرات بأحداث حما وتدخل الأجهزة الأمنية بكل مفاصل الحياة السورية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فبدأت فروع الأمن بتحقق وبتعتقل بطرق خاصة بقضايا مثل التهريب وسرقة السيارات وتجارة العملة وقطع الطريق والسلب والنهب وهذا الشيء أوصل أموال هائلة من الرشاوي لضباط الأمن حالة الأمان اللي كانت في سوريا نتيجة حالة الرعب رعب بيعطي أمان يعني خوف بيعطي حذر لذلك كان في أمان في سوريا لا شك في ذلك يعني أنا كنت مكلف بفرع الأمن السياسي بالحسكة أبان الأحداث الأكراد اللي هي سنة 2004 أطلع بسيارتي من دمشق إلى الحسكة مسافة 600-700 كيلو لحالي في السيارة إذن هناك أمان كان وأنا كضابط أمن يوم أن ألاقي دوريات على الطريق أشعر كمان بأمان أكثر رغم أنه أنا ضابط أمن في ناس كثير متحسسوا من هذا الوجود لكن هذا الحكي موجود لكن هذا كان يستغل دائما كله لمين لصالح النظام نحن كنا نقول سوريا بلد أمن أو بلد أمان هي بالحقيقة بلد أمن وبلد أمان للنظام وليس للمواطن أو للشعب السوري لأن النظام هو الذي كان آمنا والأمن هو الذي كان يسيطر وليس الأمان فهو تبديل المصطلحات وتغيير المفهوم هو الذي رسخ في الشعب السوري عقلية بأن سوريا بلد أمن ولكن هي فعلا كانت بلد أمن وبلد ديكتاتورية وبلد استخبارات بعد قيام الثورة السورية عام 2011 تفن النظام الأسد بطرق التعذيب وقتل مئات الآلاف من السوريين ولا يمكن الحديث هنا عن أجهزة أمنية أو مخابرات قامت بهذه الأفعال فتنوع أسليب القتل والتعذيب لا يمكن أن تكون قد أخذت شكل مؤسساتي إلى مرجعية إدارية ففضاعة الجرائم المرتكبة والتي وثقت بعدد كبير من الصور بتوضح بأن عصابات وميليشيات دموية هي من قامت بهذه الجرائم الدور الأساسي في القمع السوري من بداية تأسيسه حتى يومنا هذا يرجع إلى المخابرات هم العقل الراصد والعقل المدبر وهم من يعطون الإشارة للتصفي أو القتل أو الاعتقال الجيش هو أداءة تنفيذية في كل دول العالم الجيش هو قوة قتل قوة قمع لكن ممن يأخذ تعليماته وتوجيهاته من أجهزة المخابرات فجهاز المخابرات هو المسؤول رقم واحد على كل ما جرى في سوريا تركيبة النظام هي تركيبة أمنية استخباراتية فبطبيعة الحال كل الذين كانوا لديهم كلمة في التحكم في أجلسة الجيش والتحكم في القرار السياسي في سوريا أثناء الثورة هم بالأساس رجال أمن واستخبارات يعني تركيبة خليطة دارة الأزمة كلهم قادة أمنين واستخبارات إما كانوا على رأس عملهم أو كانوا على رأس عملهم في الثمانينات والتسعينات يعني من عبد الفتاح قدسي وديب زيتون وجميل حسن وعلي مملوك كلهم رجال أمن واستخبارات فبالتالي هذا يعطينا تصور بأن النظام كان سوف يدير الثورة في سوريا أو الأزمة كما يسميها بطريقة أمنية استخباراتية الأمر الآخر كان دائما تصدر قرارات من هذه الأجهزة الأمنية وكانت تأتي إلى خليطة دارة الأزمة بالطلب بتشكيل لجان شعبية وأتذكر أن كان تشكيل لجان شعبية في حلب كان في الشهر الثالث في عام 2011 يعني في بداية الثورة خرجت وثيقة من خليطة دارة الأزمة قادمة من المخابرات العسكرية إلى حلب من أجل تشكيل لجان شعبية وشبيحها ما في طيارة بتطلع في سوريا إلا بيكون المخابرات الجوية هم اللي قايدينها وبعرفوا هذه العملية إن كانت حوامة وإن كانت طائرة تدريب وإن كانت طيارة استطلاع وإن كانت طيارة مقاتلة أو قادمة أوهي إذن هذا شيء كله مربوط بالمخابرات الجوية القطع العسكرية اللي على امتداد كل سوريا هناك ضباط أمن هذه مع هذه القطع مربوطين بأجهزة الأمن اللي هي المخابرات الجوية والمخابرات العسكرية والآخرين اللي هم الجهازين الأكبر بالنسبة للجيش إذن ما كان يتم أي شيء إلا من خلالهم والأحداثيات هم يحطوها والتعاون مع الميليشيات هم يركزوا هذا الأمر وصلنا لختام حلقتنا اليوم من حكاية سورية نشوفكم الأسبوع الجاية بحكاية جديدة إلى اللقاء